صباح الفل صباح الورد صباح اليسمين صباح الحاجات المزيانة لكل اليوم الجمعة 15 نوفمبر 2024 جمعة مباركة عليكم الكل رب يتقبل مننا ومنكم إن شاء الله هاركم مبروك إن شاء الله نهاية أسبوع طيبة وجميلة وترتاحوا فيها وترتاحوا مع العائلة خاصة وتفرهدوا الصغيرات ومع الأزواج والزوجات زادة كيف كيف أنا يرفقني كيمة كل يوم في الوقت هذا بالذات في يوم فضيل شيخنا سوفيان بن صالح صباح الفل سوفيان صباح النور صباح الخير صباح المحبة صباح السعادة صباح الكلمة الطيبة اللي يتمس القلوب صباح يوم الجمعة يوم مبارك يوم فيه الروحانيات يوم السعادة يوم عيد المؤمنين يوم العروبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم من جنة الرحمن منزلا يعطي كلب صحة شيخنا وعليكم السلام أنا حبيت أقول لك حاجة ساعة أعطيت لي نصيحة شيخ وأنا مشيت بها وجربتها ورأي ونشحت نشحت برقدي برقدي شنية هي النصيحة كتير عليها النوم في الليل نحل التالي فون وكي نحل التالي فون حط حاجة بش نتفرش فيها ولا نحل فيسبوك ولا لي هو ساعة يتير عليها النوم وأنا في باني بش نجيب النوم بكل التالي فون هات قلت لي أنتي أذكر ربي وأعمل دعاء اللي في مخك يجيه طوي عاود يرجع لك النوم والله جربتها عندي ثلاثة أيام والأربعة أيام وين يتير عليها النوم أي دعاء أي دعاء وصفة صحرية وصفة صحرية والله وصفة صحرية يعطي كلب صحة هذك اليوم حبينا نحكيه على فضل الدعاء شيخنا شنو أفضل الدعاء وقتاش ندعيه وفي بعض الأوقات عليش ما يقعش الاستجابة لدعاءنا تنعطيه بعض الأمثلة اللي راهم على الأقل لحنا بصفة يومية شيخنا أي نعم نقول الحمد لله رب العالمين صحيح هو موضوع طيب برشة عليش هو خاصة يوم الجمعة اليوم وقلنا ديما يوم الجمعة تتنزل الملائكة ويوم العروبة يوم ربي سبحانه وتعالى خصه بأمة سيد النبي عليه الصلاة والسلام فاليوم كل عمل صالح نتقرب به ربي عز وجل معناه يقبل بإذن الله بما فيها الصدقة بما فيها الدعاء بما فيها الصلاة على سيد النبي عليه الصلاة والسلام قراءة القرآن سورة الكهفة كالجماعة اليوم نتلمه في الجامعة والإمام يذكرنا بربي ويذكرنا بسيد النبي عليه الصلاة والسلام عنها يوم كله روحانيات فالحمد لله اليوم مش نحكيه على عجائب الدعاء وقتل نقول عجائب الدعاء صدقا فما عجيب من العجائب وقتل الإنسان يدعو بثقة أن الله سبحانه وتعالى يسمعه نديما نقول حين يغشاك هم وحين يثقلك هلك دين حين تتهم ظلما وحين تفقد حبيبا أو تفارق عزيزا تختلط عليك الدنيا والاختبار والدنيا وما فيها فاعلم أن لك ربا قريب يجيب دعوة الداعي إذا دعاه فقد توجه بقلبك وادع ربك قال تعالى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير أو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم ويقول المولى سبحانه وتعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد نقرأ الآيات هذه يتنسل القلوب وخاصة دعاء آخر أو آية من كتاب ربي سبحانه وتعالى يقول فيها المولى عز وجل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم هو هذا ثقتي في ربي سبحانه وتعالى قال ادعوني أستجب لكم فهيا بنا نتعلم كيفاش ندعيه ربي عز وجل في كل وقت في كل حين حتى الإنسان لينك القلب متاع وينشرحه ويمس نور الإيمان قلبه سيدنا عليه الصلاة والسلام قال إن الله يحب الملحين في الدعاء أول نقطة الدعاء لازم تكون تلح في الدعاء لماذا؟ لأن الدعاء كما تطير وطيرش عنده عنده زجوانح ولا لا صحيح اجناح منهم الأخذ بالأسباب الإجابة واجناح الثاني الحذر من قيود الحرمان لازم تعرف في وقته اجتدعي في اللحظات اللي ربي سبحانه وتعالى يستجب فيها الدعاء يقول سيدنا عليه الصلاة والسلام قال الله تعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بشيء لأتيتك بقرابها مغفرة محلية الحديثة ذاية كل طاقة إيجابية فربي سبحانه وتعالى يقول لك حتى يبدأ عندك بارشة ذنوب حتى تكون بعيد تقرب لي خذ بالأسباب وقت اللي تتقرب لي تو تشوف شنو يناعتيك فهذا يعليش اليوم خلينا نقوله كل إنسان فينا لازم يلتجأ ربي سبحانه وتعالى بكلمات رقيقة رقراقة طيبة فقلنا هذا الإنسان لازم يتقرب ربي عز وجل بصدق بمحبة وهذا هو السير في إجابة دعوة المظلوم والمسافر والأب يقول عليه صلاة والسلام ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن تعرف ثلاثة شنو أخوة محمود هذوما؟ ثلاثة يستجيبهم ربي معنى غمض عينيك وربي يستجيب أول حاجة دعوة المظلوم ودعوة المسافر حتى المسافر ودعوة الوالد لولده البو على ولده هذه تستجاء الأمة تنجيب تدع على ولده ولكن سبحان الله القلب الأمة حنيم فأذاك عليش ربي سبحانه وتعالى يأجللها الدعاء ولكن الوالد سبحان الله دعوة المظلوم دعوة المسافر ودعوة الوالد لولده صحيح أنت يقبليك قتل لماذا حرمنا من الدعاء هكا؟ علاش؟ لماذا لا يستجابوا لنا في كل الأوقات ولكن رغم اللي أنا نعرف شيخنا إذا كان الدعاء سبب لجلب المنفعة فإنه زاد سبب لدفع البلال ساعات أنت متعرش شو كيل بليلي بش يحصلك ولكن بالدعاء ربي يبعد عليك يبدل الأقدار يبدل الأقدار ويبعد عليك المصائب عفونا وعفكم الله صحيح الكلام جميل جدا ولكن المولى سبحانه وتعالى قال أيها الناس أو النبي صلى الله عليه وسلم قال أيها الناس إن الله طيب لا يقبل وإلا طيبة وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحة إني بما تعملون عليم كلوا من الطيبات كيف سبحان الله معناها مأكلنا بتبيعا نحطها ما بين ذفرين ساعات الإنسان تلقاه مأكله حرام ومشربه حرام وغذية من حرام ويلبس في الحرام ويأخذ في أموال الناس كيف يستجابوا لنا لا يستجابوا لنا هذه قيد من هذه القيود نجم هذا القلم الموجود هنا معناها في الستوديو نجم أنا أعجبني القلم الروح به للدار أنت تحسبوا حاجة عادية قال الرسول عليه الصلاة والسلام تسألون عن المخيط والمخيط هذا حرام ودخلت إلى بيتي فكيف يستجابوا لي والله هاني يصلي والله هاني يصوم وهاني نتصدق وكل شيء ولكن انسيت لو مش فتش عن شيء قد حرمنا من بركة الدعاء شوف حبيب النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر معناها كم مسافر أغبر مش كيف نحن توفي الطيارة ولا في الباخرة يبدأ أشعث أغبر معناها كله بالغبرة وكله أشعث سبحان الله يمد يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وما البسه حرام وغذي بالحرام فأنه يستجاب لذلك فهذا هي أول قيد من قيود عدم استجابة الدعاء لازم الإنسان يأكل الحلال الطيب كي يستجاب لنا وهنايا ديما سؤال نسأله لرواحنا نقول هل كل ما في بيوتاتنا كله حلال ديما يسأل الإنسان روح حاجة نستهين بيهم مثال الإنساني نجم يكون معناها مع احترامي لخدمة الصيدلة وكل الفراملة وكل شيء ولكن ساعات تلقى في الدار عنده فرماسي هاي من القطن من الكمبريس من كذا من كذا يقول لك ولا يععم بيهم لا مش متاع كذا لا لا يصح ولك بحالة من الأحوال الآخر ساعات ترام دو بابير تلقاها يقول والله هاي كمكدسين في الخدمة هاي الروح بهم في الدار هو يستهين بها ويحسبونه هينا وهو عند الله عظيم يرد باله للإنسان هذا علش الإنسان حرم من الدعاء ربي سبحانه وتعالى قال لك كنت بخير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله سيدنا وقتها قال والذي نفسي بيده لا تأمرون بالمعروف ولا تنهون عن المنكر أو لا يبعثن عليكم قوما ثم تدعونه فلا يستجاب لكم كيفاش الناس اليوم ما نأمروش بالمعروف ما نهوش على المنكر ونقولوا معناها شي من فيه يدب الراس وهذاك ساعة واحد تلقاه يسرق في واحد ما هو أنت ينهى عن المنكر ونقولوا رد بالك ولا الإنسان تلقاه ما يشي في طريق المعصية ما هو أنصحه وين المشكل كان وقفنا غادي كان نقول كل واحد يهمه في روحه وقتها لي ما تجينيش أنت تقولوا لماذا لا يستجاب لنا صح حالنا اليوم في غزة وفي الدول العربية ومعناها وكالقتال وكالدمومات وكل شي يقول الناس هيتدعي لماذا لا يستجاب لنا وقتها نفتش نحن عليش لا يستجاب لنا هل مأكلنا حلال هل مطعمنا حلال هل غذينا من حلال هل نهينا عن المنكر وأمرنا بالمعروف فهذه نقاط معناها لازم الإنسان يقف عليها دعوة المسلم مستجابة يقول سيد النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم أو يستعجل فيقول قد دعوت فلم يستجب لي فما ناس تقول لك أنا مهنيك اللي كان في الحالة الحمد لله وربي يعلم بحالي ولكن لماذا لا يستجاب لي لكي نقوله لا تستعجل خليها خطر من قعد فقهية تقول لك من استعجل الشيء قبل أوانه عقب بحرمانه رد باله الإنسان يستعجل خطر ربي سبحانه وتعالى يعلم ما كان وما سيكون وما هو كان خليها على ربي سبحانه وتعالى توفي الوقت تجيك عمر الإنسان مرفع يده لله ربي سبحانه وتعالى قال إني قريب أجيبه دعوة الداعي إذا دعان ولكن هذه الدعوة لازمها شروط يا مسلم يا مؤمن يا تونس يا أخي في الله راهوا راهوا فما شروط والشروط هذه حكينا عليهم الحلال الطيب لازمك تاكله لازمك تؤمر بالمعروف وتنهى عن المنكر لازمك سبحانه وتعجل فما ناس يقول لك يد أيب قطعة الرحم برا يعطيه براك الذه والعياذ بالله لا لازمنا كما نهرت الجمعة اليوم يقول الرسول عليه الصلاة والسلام إن في يوم الجمعة ساعة في هذا اليوم وقتاش يتنجم تكون الساعة من أن يقف الإمام على المنبر إلى أن تنتهي الصلاة ويقول لك الوقت ذاك يستجاب فيه كما يقول لك في الساعة الأخيرة قبل صلاة المغرب ذاك دعوة يستجاب فيه اليوم الدعوات تستجاب بإذن الله سبحانه وتعالى ولكن ديما نصحه النية مع ربي سبحانه وتعالى يعطيك الصحة كيف ندعو برشا يتسائلوا على غزة أنا ندعيه أهل غزة شنو ذنبهم اللي يعيشوا فيهم القتل ودمار وتشريد ممكن هي في بعض الأحيان تكون دروس شيخنا أي نعم هو ديما سؤال يتسأل هذا يقول شذنبهم هم النساء هما الصغيرات وكل نحن شنقول نقول هي سنن ربانية لا تتبدل ولا تتغير بحالا من الأحوال ربي سبحانه وتعالى شقال قال في القرآن الكريم حتى في سورة الإسراء ثم رددنا لكم الكرة وأمددناكم بأموال وبنين إلى آخر الآيات فإذا جاء وعد الآخرة معناها خاترزوز أفسادات قال ربي عليهم في القرآن الكريم الأفسادة الأولى صارت وادخل سيدنا عمر معناها فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادة لنا أولي بأس شديد ادخل سيدنا عمر وحرر بيت المقدس في عهده والأفسادة الثانية يذكرها ربي سبحانه وتعالى في القرآن فإذا جاء وعد الآخر ليسوء وجوءكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة معناها فما معناها بإذن الله النصر جاي معناها هذا القرآن الكريم قال النصر جاي ولكن يقول لأك الصغيرات أدوكم قبل قلنا نحن قاعدين نخزره بنظارة نظارة الدنيا خليني نخزره نحن خليني نقولها اللينات متاع للآخرة راهوك الصغير يتشوفه مات وإلا كل المرأة اللي ماتت ولو استشهدت وكل الرجل وكذا أنت تخزره مسكين ويوجعك ولكن كقرصة أحدكم مرة من غزة تحكي قالت معناها ولدها صغير هرب من القصف ولكنه مات قدامها شويت عليها المرأة إجاه في المنام قتلوا ابني حبيبي في المنام هي تحكي قال جاءني في المنام فقلت ابني حبيبي أين أنت قال يا أمه إني في الجنة وأنتظرك قالت وما حال الوجع شنيك الرجعة هذيك شنيح وين الرجعة هذه قال يا أمه كقرصة أحدكم معناها نحن نشوفوها حاجة بشعة جدا ولكن قرصة نحن نجم قوم الليل ونصوم ونهار ولكن نسألوا رب إن شاء الله إدخلنا الجنة هما الحمد لله رب العالمين معناها كتبت لهم الجنة ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون معناها ديما خلينا نخزر بنظرة معناها أخرى ما نخزوش بنظرة دنيوية مساكن ومساكن أراه نحن يستجاب لنا كي تكون يد وحدة ناس الكل واعتصموا بحبل الله جميعا مش شكل الفلوس ما ينقر كان عين خوه نحن في بعضنا وقت اللي نتوحد ناس الكل ونؤمن من ناس الكل ونوحد ربي سبحانه وتعالى ونحل حلاله ونحرم حرامه وقتها يستجاب لنا يعطي قلف صحة شيخنا كيف ندعو الشيخي كيف ندعو الرسول عليه الصلاة والسلام سمع رجلا يدعو في صلاته لم يمجد الله تعالى ساعة أولا شروط كيفاش كون الدعوة الدعاءة التي تزيدك لازم تتمجد ربي سبحانه وتعالى قل له لابد أن تمجد الله تعالى قال ولم يصلي على النبي معنى أنه تمجيد المولى عز وجل ثم تصلي على سيد النبي عليه الصلاة والسلام فقال عليه الصلاة والسلام عجل هذا ثم دعاه فقال له أو لغيره إذا صلى أحدكم فليبدأ بتمجيد ربه جل وعز والثناء عليه ثم يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام ثم يدعو بعد بما شاء والفاتحة تعلمنا ذلك سورة الفاتحة كيف تبدأ تمجيد المولا الحمد لله رب العالمين أنت مجدت ربي سبحانه الرحمن الرحيم مجدت ربي سبحانه مالك يوم الدين وبعد ما تقول إياك نعبده وإياك نستعين إياك نستعين إياك نستعين ثم يأتي الدعاء شيء أخرى معناها اللطيفة من لطائف حاجة ما نقولها ديما الدعاء مستجاب وقت اللي تصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام 100% دعاء مستجاب أنت تصور كتاب بالصلاة على الحبيب دعاء مستجاب وكي تختم بالصلاة على الحبيب دعاء مستجاب بين الدعوة والدعوة سيستجاب الدعاء نعلموكم أول حاجة تمجيد المولا عز وجل الصلاة على الحبيب ادعوا بما شئت ثم أختم وصلي يا ربي على سيدنا محمد وإنه وصحبه أجمعين اللهم صلي وسلم على سيد الخلق واشرف المرسلين هذه دعاء اللهم صلي وسلم وزد وبارك على سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا محمد اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رذيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وجد علينا إنك أنت الجواد الكريم وراجع بنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم وصلي يا ربي على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صلي وسلم على سيد الخلق واشرف المرسلين ربي يبارك فيك شيخنا يعطيك ألف صحة جمعة مباركة نتقابلوا نهار الاثنين إن شاء الله في نفس الموعد الستة وخمسة دقائق طوى نخل طول فقرة العادة والعوايد فقرة يا فتاح يا رزاق اليوم يا فتاح يا رزاق مش جينا من ولاية سليانا مع مرسلنا عبد السلام السمراني سباح الفل سلوما سباح الفل وصباح الأنوار وصباح النسك والعنبر والدفق يعطيه كلف صحة يا سلوما ولو إنه الدفق عندكم يضر ماذا مش برشا دعني أقول أنه ما بين السميتري والسقيع والسجع والسميتري باللغة القديمة البربرية التي نتعايشها في أرياضنا هناك نوع من السميتري لكن البعض هي أن السرد باللغة الأمازيخية القديمة اللي موجودة أنه الندوة معناها كانت ذات انتباع جيد معناها نحيش ما بين موجة الدفق اللي باش تكون فيما بعد باعتبار السرد وما بينها أن السميتري أخطر فجرا نحسه برشا برد برشا برد لأنه باعتبار وليس لأنه تعتبر من أبرد المناطق خاصة في فصل الشتاء وفي مفتتاح وصل الشتاء وفي الخريفة اللي نعيش فيه ربي يكون في عونكم وربي يعطيكم القوة وخاصة اللي يقوموا السباح ويخدموا ويمشيوا ويتوكلوا على ربي شكونوا معنا اليوم عبد السلام يذر لي معنا العام على طوله العام على طوله هو ممكن يسر بشأن من الغذاء متعنا هو العام على طوله لكن خلينا نقول لك سيبارودي هذا الصباح أنت أرزعتني إلى مبدأ الطفولة حينما أقوم صباحا فجرا وأتجه نحو ضيعة والدي اليوم مناء كان مزج ما بين ذكريات الطفولة والعمل الصحفي تواجهت السباح إلى حقار السليانة بموقار بستة كيلو مترات بسباقي زميعنا ربيع صالح تحديدا هو ربيع أخليفة أنه هو مناء بقلة ذات اليد لكن أشفع لأديم الأرض ظل متوارفا عن أسلفها في زراعة مادة الجرد هو حاليا ويعمل طوف التحزار لزراعة الشعير والقمح البعلي إن شاء الله ينبه ربي يلوبنا على خيراتنا لكن اليوم أحسست معناها بعد أربع عقود أن ينشم في راحة قديم الأرض وما يحلو في جنستي أنه كان عنده خبز لفتاير أو في ريفنا في سليانة نقوله خبز الغني كانت كم يقوله فيها مشح خبزي تزيتونة أنا أكنت منه المزرق المزرق الكليل لكن حشمت بعض اعتبار من نحنة الصحفية لكن حشمت من يسر بعد ما سنرع معاه لذائع ومش نعاوي بناكل معاه لأنه ناكل بنينا وريحة قديم الأرض كان بني جدا وإن شاء الله بيه تفاعل أنه يعيش التفاعل كونها ربيع باعتبار أنه القمح وإن شاء الله العام صابع وإن شاء الله يجينا مردود زيد وجيد جدا أمين يا ربي أمين والخبز الغني بنين وزيد الزيتونة ومعاقر زيد الزيتونة مشهد رائع ولا أروع أنا حبيت ليخل شوية لبلبي خير المسلمين للمدينة من خلف هنا بباس روى واخونة ربيع عامل الخبز الغني خلط عليه سخون سخون برش والله كارك صورتنا على قلة شاهينة شوية والله هو المشهد كان جميل لك كان فجرا وليلا وما بين سياحة ديك وما بين حتى كم يقوله باس بين توصين عواء الزيت كان مز جميل جدا كنت عايش شوية شوية من رهبة لكن بحكم تجريب دي أنا ابن الريس عايش شيخة عادي جدا أنا نسمع عواء الزيت مانا عادي جدا حتى سياحة ديك زود كيف كيف كان جميل جدا الحمد لله مانا عطوة بيه نهار يطلع معاش مش نشوفه حاج سيء آخر مانا عطا نس حاجة تبعث للرهبة لكن حاجة تبعث للدفع وجمال المشهد الطبيعي هاي عادينا سيء ربيع خلص المعليه هاي سيء ربيع ومعاكم هو توا 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 صباح الفل ربيع صباح صباح خير خوي هاي شو هاي الحمد لله ها ما عمدين على ربيع شو اللي ربي يجيب على خير الحمد لله انت كده عندك تاخد مفلاح توا في الله والله هاي صغتي معنا انا بده انا بده مدكري فيها ديما نحاول بيه باستعال جديد يستغطبو يلي شوية فلاحة شوية شاير شوية عم شوية هوي شاير نحاولو بش ديما من نزايعو شوية ارسي جدنا ربي يكون في عونك يا ربيع ويعطيك ما تتمنى اه نتصور نتصور ربيع مهاش سهلة خاصة ان الكومة بقري توقتيش تقوم الصباح والله ديما على الاربعة الاربعة ونص ما تلاتة ونص عادية معنا يا حالة عادية ديما ونردو ماخر ديما ونسا نسبيه اي والمكان السكنة متاعك بعيد على الضيعة اللي تشتغل فيها ابعيد شوية وش هو جي على ساقي على ساقيك ولا البسكليات سبعة كلمات على السلية اي اي كيفاش تاخو على ساقيك اي اي نمش على الساقي اسباح اي والله والله يا ربيع ما شو نقولك وشتاء وبرد ربيكو فيه ماخود بسكليات على كان البسكليات صغيرة هكا بسكليات يا الله الساقيين خير من البسكليات بسكليات ما موطار فبراسة عالي شوية زي موحكة حاول يمشي على الساقيين خير ديمه وشو صفر نتخص على السخون اي البسكليات متعاودين احنا من صغير ثلاثة وعمر السبع 42 انا حاول ديمة ديمة على الساقيين ربيع 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 ما هو موسم ما هو عندكم في سيليانة موسم جينات بدين في شب ديمة ويجنوا في الزيتون وانا شوية شعير شوية شعيبة شوية جمح 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 شوية بزلطة شوية بعد اخر ديسمبر لأحمر جمح اما شوية شعير شوية شعير وشوية غسيبة وزيتون فبما برشة زيتون في سيليانة ولا ليه والله مش وقائكة الثنيات الحمدولة معنا انتين يجا روحوا ومشي قد العام جي ناقص ثم بعض الزيات فيها شوية ثم بعض الزيات ما شعير ربيع حمها شعير الثنيات موشية طوا الزيت زيتونة ليكليها السمرانية من سيليانة ذاكة ولا منين جاي اي سيلياني سيلياني حر اه سيلياني حر عوني اه عوني يهو قيلوا السناء بشتيح سوم الزيت شوية والله نحنا مذابيين خليق الازباب خلي العبا تاكل خل العبا تاكل وافتار في يا راي التوقيت معناه المواطن مغسور مم والفلاح مغسور صحيح وحكم يشارف اللي في العالم كله نحن مدبيع بنرجعول وكان هو حاجة نابضة من العلم كلها نحن نسيز وبروح نحن واسخوني بيسترد وربي توسين ربي يكون في عونك عندك صغيرات ربيع عندي لازل صغيرات زبنيات ولي ربي يفضلهم لك قديش العمار ما شاء الله فالخراعي عندي بنيتي السنة أولى السنوي أنا سبعة أساتي والأخرى خمسة بزيائي والأخرى سنة سينة بزيائي ما شاء الله قريد العش قريد العش ربي يفضلهم لك ربي يفضلهم لك ربي يفضلهم لك والوالدة متاحهم رأي تاعبا معاهم مسكينة تاعبا مسكينة برجولية هذي كان ينسمى معشين عامل قدام حتى شي هي حامل مسئولية وهي متحملك وتتكفل كل شي هاي كليمة باهية كلها كليمة باهية توس باه إن شاء الله ربي يبركلها وربي يسهلي بيش نحجزها معي إن شاء الله يا ربي هني يعطينا حامل صابق أنهذا تعمل حاجة نتوقه بالكعب والرو إن شاء الله إن شاء الله ربي يعطيك ما ربي يعطيك ما تتمنى وربي يفضل هالك وربي يفضلهم لك يعطيك الصحة ربيع عندك هدية صغيرة من إختياراتك عبد السلام دايما موافقة طبعاً دون تكياراتك طبعاً دون تكياراتك طبعاً دون تكياراتك يا أسمع يا عبد السلام يا عبد السلام نقرة في الكومنتير توه على اليوتوب يحكي يا أخي كلوت يا أخي عبد السلام السمراني ما تعرفوش صحافي معروف برشا في سليانة سليانة أنت أشهر من أشهر من نار على علم يا والله إلا بتصر هو ما بينني الأعلام أنا فأنا مثلك نخدم مدينة تونس آآ ومديننا العامة وفي سليانة معناها قضية طبعاً أسمات المثنية في سليانة باعتباره أنا مدير مكتب الجريب الشروق إيه إيه خليتي انتراسة بيلي فيه يا سعب اللي خالى عرميس باعتباري سعب تبارودي أنا رئيس صحية الرطبة يعني اتخلت في كوكب التائية فان أنا عامل كرم بإصلاة من حسن إلى أحسن من صالة مطلق الخدين إن شاء الله نتوق صورة فيلي السليانة لما لايك كل من كلهم بهذا حق علي وهذا واجب أن أي حاجة ما بد من تضحيف الأسياء ما بين أنه الحاجة الخائبة ننتخدها والحاجة الباية ننخدها ومن هنا وهذا دورك عالميين من ننقلوش المعلومة كما هي دورنا هو تضحيف الأسياء وصالح هذا المصار كما اليوم معناها نقلنا معاناة أو جو جميل جداً وشاعري وزفق رغم السليانة اللي موجود في وليس سليانة لكن سليانة تبطوا معنا سليانة هي مطمور روما جزء ما يتجد إن شاء الله العام صباح إن شاء الله نحقوا الاكتباء الزيتي من خلال اللي قائنا براضيها اللي عنده ثلاثة أكتبارات إلى كتبارات رجال الفلاحي وهكذا يكونوا يد في يد ويكونوا صحوا المصار الصحيح اقتصادنا ينهض من الفلاح الصغير إلى الفلاح الكبير وصورة إيافين ديما مشاع إن شاء الله يا أخوية كل مرة نمشي ديما إيافين قادة تعمل في سيكسي والبرنامي الزيادة يعمل في سيكسي لكن ألومه عليك سيدي كريم إني أنا اللي أرد عمتع صباح خراج صباح كان عمال زميل جد الممضني ومطعب لكن بتاعه هي مهنة المتاع اللوم اللوم رأوا فيها بعض منه إني أنا اللوم الزميل معنا حتيت روحي اليوم موتيفي وحتيت الصبح والفزر والصحر وهتي معناها المسيح دي الزميلة فأعودت بيه إلى ذاكرتي إلى فترة السبيل وفترة الزميلة شاء الله نعود بكله نهار معاك مهلي سلام والله مهليك يا عبد السلام والله ربي بارك لك وربي يعطيك كلب صحة ونتصور إحساس جميل إنك ترجع للمكان ممكن اللي تربيت فيه وتشم ريحتك الترابة هذي كلمة تعرفة كان انت وعشق تلك عشقه قديم الأرض ورائحته حتى أنا اليوم ما مناع حاولت بسنطق يدي بسوية تراب من قطر بالنسبة محمى الله رب يبعث لك حاجة حس نهارك اليوم باش يكون متفائل وبرصة تفاعل عذاك عليه صلاتك كل مرة خليني خلي زميلي حسيم المشي خاومي تبا يقولي أخوه ما ممتعملش ممتعملش يعطيك الصحة عند السلام ربي بارك فيك بالتوفيق والخط مفتوح ديما معاك ومع كل مراسلي في كل جهات الجمهورية تلتحق بينا صديقتنا جي جي جيت ماخر اليوم شوية مستابرده نستعرف نقعد مستابرده ثلاثة شهر القديم كما تنسى الكل ثلاثة شهر صديقتنا يريش زيدا كيف كيف ملتحق بينا عندها مده صباح الخير مستابرده زيدا صباح الخير ساعة تحية ليك محمود لكيس فريق المونيك شو وكيفة مستامعي ذاعة تاقية خلينا بالمناسبة نقوله سيصرويحكم لأن الطقس تبدل شوية ويبدو أنه هكا فما شوية زوكيم قاعد يدون حل سيهر كلنا ماشية لسليدة نشوفوا لهوين نضيف النقي بتاع الاخذار والطبيعة والريحة التراب اللي كان يحكينا عليها زميلنا تو نمشيوا للطبيعة تتشوفوا قديش الناس الكل بنرجعوا سلامة أقوى بك صغف الحياة هي الطبيعة والنبي صحيح 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 يعطيكم الصحة على النصائح اللي تعطيوا فيها للمستمعين وكان بدينا برواح نحنا خير تجيب نصيد دولة بنصيد وما ستوديو ديفي برشا يعطي برشا إلرجي دوك تحس روحك في ثمانية وثلاثين درجة حرارة ثمانية وثلاثين درجة هاي شو مثل اليوم جي جي عندي كلمة بشو نقولها قبل المثال سمحني عازة على جينغ الإخراج كنا نحكيوه على سلينا وإن الشمال الغربي لكل نحب برشا ومن أجمل المناطق تونس كلها مزينا روام فما خصوصية كبيرة في الشمال الغربي فنعرفوا إنه الإمكانيات بسيطة ويمكن زيدها شبه معدومة نعرفوا للناسنا في الشمال الغربي تعبين برشا وإنا تغيبني حاجة خطر الشمال الغربي مزينا وفيها المناظر الطبيعية وفيه من الأثار وفيه من الجبال والطبيعة اللي مش موجودة علش ما نخدموش على بلدنا علش ما نعطيوش فرصة لأهالينا في الشمال الغربي وفي سلينا والكيف وجندوبة نعرفوا الطبيعة صعيبة نعرفوا إنه زراعة ما هيش طاهلة عندهم فماذا بينا يخموا فيهم ويتلف طولهم ويلقوا لهم حلول والحلول موجودة بتبعاتها خطر أنت ولا أي واحد من المواطنين داعنا كيمشي لشمال الغربي يتمكتع ويشيخ ويتفرد ويدخل شلرب بيكون فيعون النيس فما الإمكانيات البسيطة إنك نمشي ونحاوس في جبال شمال الغربي نقول فما الكليل وفما الزعتر وفما شوكينياء وفما برشا حاجات عليش نحنا في مغازيتنا وعليش نحنا توين ساكين نمشي ونشريو المواد هذوما نخذوهم جايين من بره عليش الفطر اللي موجود في تونس ما يوليش هو ليتبيع في المغازيت عليش ما نلقاوش خلول عليما نعملوش مصاعنا هو طالع بتبيعتهم نعم ربي خلي نستثمروا متاعنا وخلي شبابنا في الشمال الغربي بالإمكانيات البسيطة لحتهم ربي عندهم يكون عندهم مورد رزق وأفاق على خاطر الفلاحة مهيش كبيرة برشا يخدموا أعمال بسيطة جدا وإنا ماذا بي لو كانت سلافتوله بخاطر محلي وعمنا يسمع في الشمال الغربي ومحلي الشمال الغربي لكل وسلم على كل واحد يسمع فينا من الشمال الغربي خاص نص يعطي كلب صحة خاص نص هيا شو عندك شحنة أمل شحنة أمل إن شاء الله حابت نقنع نفس ونقنعكم جميعا بالمقولة هذي اللي تقول النجاح يحقيقه فقط الذين يواصلون المحاولة بنظرة إيجابية للأشياء وإنت قد تنجم تكون إيجابي في حياتك ونظرتك إيجابية سويت لي هذا قبل ما تجاوبني إذا لم تستطع فعل أشياء عظيمة ففعل أشياء بسيطة بطريقة عظيمة إلى أن توصل للنجاح اللي أنت تتمنىه في قرائتك، في خدمتك، في علاقاتك، في عائلتك، في كل المجالات احلم بالكبير دي ما يزمنا نحلم بالكبير أما الأشياء البسيطة اللي تعملها بشوية بشوية تكون بسيطة 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 لين تصبح أشياء عظيمة الأشياء العظيمة ما تتولدش عظيمة ما تتولدش كبيرة ما تتولدش كبيرة لا تظهر، ذيك علي نمشيوها الدرجة الدرجة حبا 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 غنية حبا حبا ايه، تعرفها يا ريش عزة سيطة لاي لحقيقة ما نعرفيش ما تعرفش حبا حبا، بتاع دوية لا ولا ما نعرفيه بتاع دوية بتاسمعي ريش سبحان الله جيتوني في غنية من ما نعرف هيش الحقيقة ما تحبت لها شتك وشتك ولمشا قلت ولا ما نعرف ولا وانا ما نعرف هيش روا وما ظهرت روحك آآ تعرف معني وخرجتني اينا ما نعرف غيري رفقات لو انتش كوميرسيال في موخك برشا ما كنتنيك في موخك برشا ايه السنية عرفت كالي، اشي قولولو كالي ما يتشدش اذيك ايه يتزلبت ايه يذيك اهوا ايه عطينا شعندك حكاية اليوم اينا اليوم حبيت نحكي لكم حكاية طريفة يجي من الحكاية اي 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 مي سان الشي اخر اسبوع ويه بيهين رام حكايتي كل بيهين اما اليوم حبيت نحكي لكم حكاية طريفة الصدفة تجيب برشا حظ وصحة ليه اللي عنده الحظ وتعرض صدفة الحظ في حياته حكاية اليوم بديت مع زوز اسحاب واحد منهم اسمه سعيد هديل صاحبو دلع بيسر حبيت صاحبو هديلو دلع ولكن هو يحب الفضل كبرشا فقالو راهو دلعه هذية مش عادية راه يجيب الحظ شوف شكلها وشوف لونها هي راه ما فيه هادا شي سبيسيال ولكن صديقه اليقدمه اقتنع وانها دلعه غير عادية واستثنائية وزيد قالو راه يجي من ارض اسمها ارض الحظ صاحبو صدق الحكاية ومشي يجري بها لدارو وحكاية الحكاية المرتو وقال جيب لولادو خلينا نتلمو على الدلعه المباركة سعيد وينو اللي حكاية الحكاية ينفقه على روحه ونسي الموضوع تماما فقط يعرف فساحبو انو يصدق اي حكاية يحكي هيلو فحب يعمل معاه ضحكا حسيلو الصديق بيك ليد دلعه وكلو ثقة وانو بشجيه الحظ والسعادة هو واهل بيتو اللي باقوا من هاد دلعه المباركة وقبل ما تتذكر الجماع ترقى في الخدمة اللي عندو سنين ما ترقاش فيها وكان عندو ورثة تفضت امورها وكان مسلف فلوس كبير الجارو رجعت له الفلوس وكل شي صار في وسط الجماع وكل شي كان مؤيد لحكاية الدلعه المباركة والارضة السعيدة ودارت الحكاية هذي من واحد الواحد هو يحكي ومرته تحكي وصغره يحكيه والناس الكل والي تتحب على دلعه الحظ والسعادة وبدأوا يجيوا من كل بلاسة السعيد وهو يقول لهم يوليد يراني فضلك مع صاحب يرام وفهميش منها الحكاية هذية وهما ما همش مصدقينه وشاديين صحيح يحبوا على دلعه الحظ وكان ما عندو حتى حل الا انو يوفر لهم دلعه الحظ وبدأ يبيع الدلعه العادي على اساس يجلب الحظ والسعادة ليشاريه وااكله ولا تاجر كبير ومشهور والحكاية الكل الكل بديت بتفضلك وكيما سحبنا كان عندو ثقة كبيرة في دلعه الحظ واجه الحظ مش صدفة اما كتكون عنا ثقة في انفسنا وانو بش ننجحوا في حياتنا اكيد بش نكونوا سعاداء واجينا الحظ مهما كانت الوسيلة او الطريقة شنو رايك يا ريش؟ سمباتيك على النخر الحقيقة لانو ريت الحاجة انت والشحنة اللي تعطيهيها هي غير ما هو دلعه لا هي فيها حظ هي دلعه عادية جدا ولكن الشخص اللي اخذيها من عند صاحبه هو اللي يعطيها الشحنة هذيك متاع انو من خلال دلعه هذيك اراو بشي بشي يجيني الحظ تنتبق مثلا على ما قلت محمود جمع لي فتكي قال ايا اليوم جربت عبد جديد بشوف وجهه مبروك ولا مهوش مبروك لحكاية الكل انت والشحنة اللي تعطيها الحاجة كيما كين لبسو مريول معاين او كين صبحوا على عبد معاين ولا عنا روتين بعيني هي كين قوموا به نحسوا انو النهار يتعدلنا خير من اللي متلو خيندوك الحكاية الكل في المخ اليوم تقول ليا اليوم النهار بيه بشي تحل برشة امور كانت فاما ورثة بشي تحل امورها كانت فاما فلوس راهي بشي تجي في وقتها رغم التأخر دوك بالدلعه ولا بليش انت والشحنة اللي تعطيها اللي تعطيها لنفسك وحاجة اخرى سيدة مهمة اذا كان في قطة شخص هذي في الدلعه كانت كبيرة برشة واللي هي حاجة بسيطة شي جميد فاما بالكم بعظمة الليه شنوع النجم يعطينا في حياتنا وقت اللي تكون ثقتنا بيه كبيرة وثقتنا في انفسنا اللي نحن نجم نتقدمه نجم نتطوره نجم ننجحه وبإرادتنا نجم نحلو كل الصعوبات والاشكاليات اللي تعرضنا في حياتنا صحيح صحيح ما انا مثلا نقبل ما نمشي الماتش عندي لبسة دي ما نلبسه مش كان انت اللي يحبو تراجل كل سمحني شو هذي ليه والله خاطر هكا عايشت هال قالي راجل برخاي بش تحكي علي يا زيدة غدوة ما تعيزي ما عايز تحكي علي كل الماتش متاع التراجل فما مريول معين يصباخت بي يلزم المريول هذيكا يكون موجود وتدفرط لخزينة والدنيا المريول هذيكا ممشيش الماتش بليش الماتش لذيكا وكنت فرش في الدار فما اشخاص معينين مثلا يقول كي دم يتفرجوا معين يصباخت بيهم وما اشخاص لي ما تتفرجوش معايا ايه كل واحدة مخجوم الدار جملة واحدة نهار تلي ستلع بتراجل على خاطر هكا في مخو لتراجل تربحها كيكا وتربح يتكتيب معهم تربح ايه تربح ايه مش بكاكة تربح اما المشكل في الانزيل كل اللي راهو حتى جماعة الكلوب والجماعة تكاوم عندهم ريتوير نهار الماتش يلبس نفس المشكل في سبور محمود انا نتفكر روحي قبال كي كنت نقرأ في اليسي اول نهار من سمين بلوكي ديما اول نهار بش نمشي نعادي فيه هي صارت بزهار مرة وانا بش نقص دربين عادي في دوفار فلسفة لبست ماريول من عند اختي نتفكر دنيا بردة شوية اختي عندها ماريول صوف انا الكبيرة انا الكبيرة انا الكبيرة لا 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 هي وهم ياخذوا لي واينا ناخذوا لهم الحقيقة انا واختي ولكن كي خطفت المراهي ديكا اني مشيت عديتها كدوفار اول نهار في سمين بلوكي بماريول اختي قعدت عندي صنع قعدت في اليسي الكل اول دوفار ديما نهز ماريول من عند اختي وانا عادي بيه حسنا الحاجة هذيكا كينها تعطي طاقة ايجابية اكثر او فما توفيق معيني انتي تحيات على محك ووقت وراني بش ننجح بعتلو حاجة اكزاكتما ضد 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 مدامنا في الايجابيات محمود بعد اذنك وبعد اذن عزة حب نعمل ديديكاس مستماعة وفي يسمع فينا من سويسرا ضد تحية من خلال وليه كل مواطنين بالخارج نحب نقول شكري بن عروس إن شاء الله كل عام وإنتي حيب خير شكرا لكم مامي مدامنا في نفس الموجات الإيجابية نتمنى ولو كل عام وهو حيب أهل فخير كيف كيف عنا صديقنا مستمع وفيه لطفي سليمان يقول نحب نعمل الروح يديدكاس كل عام وإنتي حيب أهل فخير يا لطفي وإن شاء الله اللي مولودين في شهر العظماء الكل اليوم شهر نوفمبر كل عام وما حينبخير إن شاء الله كل كل إلا الجمعة الجي يعني جمعة عظيمة دي جارة وحب عويقكم مسامعينا من نهار الاثنين الجي ونحن بش نحتفلوا كل يوم بجيه برحق برشا برحق برشا نحضروه مرقب اللي بليل لا بش تقول الحب الحي كل المستمعين بتاعنا إليش جوهرة فارس فدوى عواطف الكل يعني قايتت أنا زايدون الكل حيوكم يعطيكم ألف صحف أركات سمام الكل اللي يكتبوا ليس أنا قلت الكل نسلموا عليكم مروين العبيدي كيف كيف ليث بلعريس ليث كنتونو كنتونو اسمو ليث بونجور يا بارودي يغالي ميسالش نرقد تفضل رقد خوية لا لا مأتي مدير السباح نعم مدير السباح والله مدير السباح حان نحلل الباب و قالك ميسال شنرقد والله قالي ميسال شنرقد يظر لي ليف متاعنا ذايا يطلعشي متاعنا كان المسال شنرقد اه بشيشد عليك بخير بذي كانت دي قتل المسال شنرقدش كان ما هو 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 دور ليف ليلي ايجا مش تخدم مش نبداع متخبي 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 ليف هاي ما تبعدوش توا مش نخرج وفاصل صغير ونرجع ومواصلين في المورنين شو على يا فاهم احلى رجو برشا مواضيع تستانى فيكم برشا رياضة المنتخب الوطني التونسي اللي انتصر البارح على الفريق الملغاشي كل هذا تلقاوه بعد شوية ما تبعدوش رجعنينكم جديد في المورنين شو على يا فاهم احلى رجو منزلنا مواصلين معاكم برنامجنا يلتحكوا بينا كل اعضاء الفريق المشاغبين اللي عملوا برشا حس البارح وبرشا فوضى نحب نبدأ بالتحية تحية كبيرة للكرونيكور البلو دي بيل اللي عندي في في الستوديو صباحة الفل اللي تود هاااب تحت عن ذكر ماذا بي من عديش؟ ماذا بي من عديش؟ ماذا بي من عديش؟ قال كروني كوردي بي اي نعم مكانش اسمك اه مش علي انا ماذا ناجم يكون مش عليك انت لاو قال كروني كورة كروني كورة قال إذا جاءتك مذامة من ناقص وش كو قال لك اليو ناقص؟ لا نعلم ما ظلتك تفرجت شوية فهمت لي فهم ناقص اه سنة تعرف فديو اي لتبيلك انا في بيلي صباحيا، علش كو بتحكيني يو والله يفهم مناشط البارح في اذاعة اخرى واه والله خل صبحوا ساعة العبيد و بعد نمشيه هاي اسباع الفل والله اسباع الفل والله يجي الناجم ناقضوا ساعتين في الموضوع و هو سخص صباحوا مرحبا بلواحل مرحباة ان شاء الله الموسيقى سمساء الفرحة وصباح الفرحة ولي وفرحاني هوني الجمع الكل لنا مش كنا مش نسب حريقة غدو بصراحة مش نسب حريقة جو 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 مش حل ريباي مش حط ريباي بتاع العادة مش انت فيه ونور الفازة هذين تنشت عملها كان نهرسبت غدو كان نهرسبت كان نهرسبت يا فما عندي حاجة تخرين لحد ما مسلش يعاود يرجع بحثانا كيف كل مرة المشاكس المشاغب صاحب نوري صباح الفل نوري صباح الورد محمود صباح الورد لكي تلكم شانا كمزينة ونزعب لي كل واحد عنده امني تتحقق ونحب جو ست فاصل صغير نتسلم علي كروني كوري اللي تحكيه علي نتسلم علي صديقكه ايه وشبعت له الاكستريا اللي وقت اللي حسرت السيد في كوان وشبعة ثولو دي هبتوا عنده بالله علي كيفوش عرفتو انا عرفتو خيط البرح سميخي طوي انتي هارب من علي كيما قل لك واجه شبك متخبي سميه 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 مايسميش مايحبش سميه نعرف كيب ميميش انا التالتة حق بينا صديقتنا نويل بحب كير لباسا والله حمدولله انا سعيدة كيما كل يوم بك صحة اتقاول لكم انا احبق الملح انا الصباح حتى فنها المنحبش الحلو وانجينغال اما صباحي زي مني نفطر والله من يعرف خرجتك الريحة هي اللي جبدتني قعد طابه في الريحة يخي اغض ماه في الوقت اللي خفيفي خفيفي شوية هريسة شوية سلاتم شوية والبنه عظم خفيفي هوا كمول المليوي محططوش غادي به برش لينا برا مو خطر جسمي يوحي بالعكس معناه اللي عادي ناكل اما انا راو اكلها جدا ايه والله يبينا من الاسباح فاقانت خمانت عشيش او كعليش السباح ناكل برشا عندي سنوات ناحية العشي سلاتة مشوية وهريسة السباح مش سلاتة حارة وهريسة حارة شوية هكا شوية شوية ايه حاجة في ايش هريسة ما منجمش ناكلها هلا بيجي بنا هدوه نهار الاثنين نهار الاثنين خالصوني طن نجيب كرام كرام شنو قالك علي صانيعة محتوية نا ندس فيهم بالركبة مغير ما نحكيه مغير ما نحكيه مغير ما نحكيه بيه انا نسألك سؤال ما يتكلم حدا ما يتكلم حتى حد مش نسألك سؤال ليت وانتي يجاوبني بكل صراحة لا لا مش معاك انتي مش عطيلي الاستشارة متاعك كي واحد تخلصوا على برودويت وما يعطيكش تعطيه فلوس ساعي يجيك يقولك ما نحبش تعديلي بالكارت بانكارة خاطر نحب نخباه هما ذوكا عندك حق عندك حقا وما توك هوا قص الموضوع عندك حق هو توجه شي تسمى ذي تسمى معناها خيان مؤتمن تنجم تسمى هزيدة سرقة تنجم تسمى هزيدة البيع مشروط وبيع أبار مشروط معناها اذاك هي متهربة من قبل متهربة والأحكام اش تمشي منين لمنين من عشرة سنين لعدين وناخدوا معنا بعض الدكتور بشي جاوبنا يقولنا ناوي القدش حنفسروا المستمعين هوا فما جيس كن عندي قانتوني بريميوم يتشرب الفلوس من له الحاب يتفرج في حلقة موردي القاسوم ويخي وحلك أي رجل كبير يوحل في الوتيليزاتيون بتاع بلات فورم جديدة وكل شاي مالقا ما فهم هاش بخشيش يخي قالي برا سوم كنا عتيك خمسة لايف وتعطيني الحلقة بجدك معناه بش تمدلي خمسة لايف هكا بش تمدلك يدي تعطيني خمسة لايف انا ما نعمل فازيت اذو ما كانكي فريمان سوم تبدأ مغرية شوي يخي وليد خمسين الف بخدرة قادر بقدرة قادر وكوامي من نجمشي طول عشرة مرات عاشر مرات لي مدلي ورقة بخمسين على اساس يرحم ولديك وبركة الله وفي كذيرا ومشي الفروجيه موشينا بشمشيناك بيوم الملاوي لاي لاي انا حكينا على الملاوي اكتر من اريج بحجان اريج حكيه تقبلكم خطر هي تدخل اكتر الاولى ومراوة سويت استقاع الواتسات متاع حلقة بريبي اسمع ما زلت نويل في الخمسين اللي اسمع بربي نويل نسئلك سوئيل ما انتكي واحد يشري هاكا حاجات بريميوم ينجم يراه الكواليس متاع الحلقة علي ما تزيداش الكواليس هي راهو انا نصور اهو بالزيد انا نصور بالزيد اما راهو ساعات الكواليس ما تعطيش معناها حاجة عادية تقانى سكتين نحط كنا تفادلي كاد فهزيد ساعات كلم بريبي ازي دا يتقال ايه ما تنجمش يعطيك صحة انا بفضلك حبيب كلكم ان يعادكم ديب ديب كونفشيون نجمو تلقاوا ديب كونفشيون ديب كونفشيون ديب كونفشيون ديب كونفشيون ديب كونفشيون متاع صديقتنا نويل تنجمو تفرجوا فيها حلقات ممتازة يعطيك صحة تشجيع الصانعي المحتوي المحترمة دي حبيتها انا هدية مني ليك نويل تنجم تخليها الحلقة اللي يعطيك هدية ما يذلش العبد راو عليها جي جي صباح الفل نويل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة